بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة في الله كيف نتدبر القرآن في رمضان هناك فرق كبير جدا بين الحفظ وبين التدبر فالحفظ أيها الأحبة نحن تعودنا أن الإنسان الذي يحفظ القرآن بمجرد أنه تمكن من إعادة أو تكرار ما يحفظ نعتبره أنه وصل إلى القمة وهذا الشيء غير صحيح المطلوب مننا أن نتدبر القرآن هناك آيتان في القرآن العظيم أفلا يتدبرون القرآن في سورة النساء وآية أخرى أيضا أفلا يتدبرون القرآن في سورة محمد إذن هذا أمر من الله أن نتدبر القرآن والقرآن متى نزل؟ نزل في شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فإذن هذا الشهر الكريم أيها الأحبة يمكن أن يكون مناسبة رائعة جدا للتدبر نحن تعودنا أن نختم القرآن في رمضان أو أن نقرأ كل يوم جزء في رمضان ولكن أنا أريد اليوم أن نتدبر القرآن في رمضان أريد موضوع التدبر لماذا أحبتي في الله؟ لأن التدبر هو الذي يجعلك تستيقن بوجود الله تستيقن بالآخرة تستيقن بالموت تستيقن بالجنة والنار تستيقن بلقاء الله يعني مثلا سيدنا إبراهيم أخذه الله في رحلة كونية قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين إذن اليقين يحتاج لرؤية لا يحتاج لتكرار وحفظ يحتاج لرؤية وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض نظر إلى النجوم نظر إلى الكون تأمل وتفكر وأصبح أكثر يقينا حتى إن سيدنا إبراهيم لم يكتفي بما أنزله الله عليه من صحف كان بإمكانه أن يقرأ هذه الصحف وانتهى الأمر لا كان يريد اليقين يريد اليقين من خلال مثال عمل من خلال تجربة عملية قال ربي أريني كيف أحيي الموتى إذن سيدنا إبراهيم وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إذن كان هذا النبي الكريم وهو خليل الرحمن عليه السلام كان يطلب أن يطمئن قلبه أن يرى معجزة أن يرى شيء أمامه يحدث يدل على قدرة الله ليستيقن إذن نحن ينبغي أن نقتدي بهؤلاء الأنبياء الكرام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ذهب في رحلة كونية ليلة الإسراء والمعراج النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر في خلق الكون القرآن العظيم فيه أكثر من ألف آية تتحدث عن الكون والجبال والبحار والطبيعة والمخلوقات وخلق السماوات والأرض طيب لا يكفي أن تقرأ يعني عندما يقول الله لك مثال أخي الحبيب أنا أعلمك آلية التدبر عندما يخاطبنا الله ويقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت والله لو كررت هذه الآية مليون مرة لن تدرك أسرار الإبل إلا إذا درست هذه الكائنات وتعرفت على ما كشفه العلماء حولها فإذن الله عز وجل يأمرك أن تنظر في خلق الإبل ثم أنت تكرر طيب وبعد ذلك ما الذي يحدث لا شيء تجد إنسان يحفظ القرآن كاملا ولكن لم يحدث لديه اليقين والثقة بالله وأن يطبق ما جاء في القرآن ولم يرى عظمة الله عظمة الله ترى في خلقه أن تدرس هذا الخلق قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق أنا إذا لم أدرس علم الأحياء البيولوجي ولم أدرس الهندسة الوراثية ولم أدرس آلية عمل الخلية كيف تعمل هذه الخلية كيف يعمل هذا الشريط الـ DNA كم فيه من معلومات مليارات المعلومات فيه التعقيد المذهل في تكون الجنين عندما يتطور من مرحلة إلى مرحلة خلية واحدة ملقحة تتحول إلى أكثر من مئة مليار خلية خلال تسعة أشهر طيب هذه الظاهرة أنا أحتاج أن أراها وأدرسها لذلك عندما أدرس كيف يتشكل هذا الجنين وكيف تنشأ هذه الأعصاب والعضلات وكيف يتشكل القلب والدماغ والأحاس والسمع والبصر أنا عندها أخي الحبيب أدرك معنى قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق الله عز وجل يأمرني أن أنظر مما خلق هذا الإنسان إذن التدبر يحتاج إلى إعجاز علمي وإعجاز لغوي وإعجاز نفسي وكل أنواع الإعجاز التي يحتوي عليها القرآن إذا كنت ستقرأ مجرد قراءة أنت لا تتدبر وأنت لا تستجيب لنداء الله عندما قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها إذن التدبر هو الذي يمنحك المعرفة بالله والقرب من الله عز وجل ويقوم سلوكك تقويم السلوك يعني أنا مثلا أعلم أن الخمر حرم وملتزم ولكن عندما أدرك الكوارث الطبية التي يسببها الخمر سبعة أنواع من السرطان يسببها الخمر أمراض في الكبد في الجهاز الهضمي في الجملة العصبية يسببها الخمر مشاكل كثيرة جدا حتى إن إدمان على الخمر يدمر مناطق في الدماغ في منطقة الناصية ويجعلك لا تستطيع اتخاذ قرار بشكل صحيح يجعلك متهورا عندما أعلم أن الخمر يطور لدى من يشربه سلوكا عدوانيا عندما أعلم أن الخمر يؤذي الجنين ويؤذي الأم الحامل عندما أعلم أن كل أطباء الدنيا يقولون إذا أردت أن تعيش حياة صحية وآمنة امتنع تماما عن الخمر عندها إذا فتحت القرآن وقرأت قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتانبوه لعلكم تفلحون أنا وقتها أتذوق هذه الآية بطريقة مختلفة تماما لم تعود القضية حلال وحرام أو افعل أو لا تفعل لا أصبحت القضية أنني أدركت أن هذا الإله كم يحبني عندما منعني من شرب الخمر كم هذا الإله يريد أن يرحمني ويريد لي الصحة والسعادة والحياة المطمئنة كم هذا الإله يحبني أنه يريد أن يمنع عني الشر أن يمنع عني الألم والمرض وهذه المشاكل إذن هنا أصبح أصبح فهمي للآية بهذه الطريقة عندما تدبرت هذه الآية هذا هو التدبر أيها الأحبة فعندما تدبرت وعلمت ما هي الحكمة من تحريم الخمر وما هي فوائد الامتناع عن الخمر مباشرة أنا أحمد الله تبارك وتعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها هذه آية من آيات الله أن العلماء يكتشفون أسرار تحريم الخمر لماذا حرم الله الخمر وبالتالي أنا أصبحت أتذوق هذه الآية بطريقة أخرى إذن التدبر أخي الحبيب سوف يغير حياتك بالكامل فنحن نريد في هذا الشهر أن نتدبر ولو كل يوم آية كل يوم تدبر آية ولكن بتعمق يعني آية واحدة يمكن أن تمضي معها أيام حتى ليس يوم واحد النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج في الليل وينظر إلى السماء لساعات طويلة وهو ينظر ويتأمل النجوم والنبي أدرك أن هذه النجوم ملتهبة وحارقة ودرجة الحرارة فيها ملايين الدرجات المئوية كان ينظر إلى هذا الكون ويرى اللهيب والنيران الموجودة في هذه النجوم فيقول ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يتذكر نيران جهنم فيسأل الله أن يقيه وينجيه ويبعده عن عذاب النار لحظت التدبر إلى أين يقودك أخي الحبيب عندما تدرك أن الله عز وجل أكرمك أيها الإنسان ورفعك وأعطاك حرية الاختيار الإنسان الآلي هو عبارة عن آلة ميكانيكية زائد برنامج كومبيوتر بكل بساطة بكل بساطة هذا الإنسان ترسم له مسار محدد فيسير وفقه ليس لديه أي قدرة على اتخاذ القرار أو خرية تماما مثل إنسان سجين كبلته يأكل بوقت معين يسير بحركة معينة كل حياته سجن الله عز وجل أخرجك من هذا السجن سجن الموت كنت ميتا كنت مقيدا فأخرجك وأعطاك حرية الاختيار أنت عندما تريد أن تكرم إنسان تعطيه حرية الاختيار أنت عندما ابنك يكبر تعطيه مثلا المال وتعطيه إمكانيات وتقول له تصرف أنا الآن أثق بك وبقراراتك فتعطيه وتترك له حرية الاختيار أنت إذا كان لديك مدير أنت صاحب صاحب شركة ووضعت مدير كلما أعطيته صلاحيات أكثر وحرية اتخاذ قرار أكبر وأكثر هذا دليل على أنك تفق به أكثر لاحظ أخي الحبيب حرية الاختيار التي سماها القرآن الأمانة أكرمنا الله بها لم يجعلنا مثل الحيوانات تسير بخط واحد فقط لا أعطاك حرية الاختيار وسخر لك الكون طيب أنا الآن عندما أقرأ آية في القرآن الله تعالى يقول فيها إننا عرضنا الأمانة الأمانة هي الاختيار هي حرية التصرف حرية اتخاذ القرار إننا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهلا عندما تعلم أيها الإنسان أنك على الرغم من ظلمك وجهلك أنت حملت الأمانة والله أعانك عليها عندما أعلم أن الله بيّن لنا الطريق الصحيح أعلم أن الله يكرمني عندما أتفكر في هذه الآيات بهذه الطريقة عندما أتفكر بآيات الله سبحانه وتعالى سواء الكونية أو العلمية أو النفسية خذ مثلا قصة سيدنا يوسف وهل يعني من القصص الرائعة التي أحبها حقيقة وأحب أن أتذكرها باستمرار أنت تستطيع أن تحفظ يعني أنا حفظت سورة يوسف وكانت من أوائل ما حفظت من القرآن وكان هناك صعوبة كبيرة في الحفظ أنت تعلم أن القرآن في إذا أردت أن تقرأه ولم يكن لديك خبرة سابقة بأسلوب القرآن تتعب في البداية فقط مؤقتا حتى تألف أسلوب القرآن يعني سورة يوسف أنا حفظتها مثلا خلال خلال عشرة أيام أو أسبوعين أو شهر لنقول شهر حفظتها كقراءة عن ظهر قلب وهذا الكلام كان قبل أكثر من ثلاثين عاما أنا حتى الآن أقول لكم أيها الأحبة ثلاثين عاما وأنا لا يمر يوم إلا أتأمل في هذه السورة وحتى الآن أشعر أنني لا أفهم شيئا منها حتى الآن أشعر أنني لم أتدبر إلا واحد بالمليار منها على الرغم من أنني قرأتها مئات المرات واستمعت إليها ربما آلاف المرات أشعر بأن فيها أسرار وفيها عجائب وفيها كنوز وفيها معاني حقيقة لا تخطر على قلب إنسان سأعطيكم معنى بسيط أيها الأحبة سيدنا يوسف كان في الجب وكان في يعني ظلمات الجب غيابات الجب غدر به إخوته وأخذ واشتري بسبعة دراهم كما في بعض التفاسير وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهلين طيب هذا الإنسان الذي بنظر الناس لا قيمة له سيصبح بعد السنوات ملكا لأعظم دولة في ذلك الوقت أصبح ملكا على مصر رب قد آتيتني من الملك لم يقل آتيتني الملك لأنه يعلم أن الملك لله تعالى آتيتني من الملك تأدبا مع الله مع أنه ملك ولكن يقول يا رب آتيتني شيئا من الملك من بعض الملك رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين طيب هذا الذي يتحدث بهذه القوة وهو ملك ذات يوم كان الناس يستخفون به لدرجة أنه تم بيعه بدراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين طيب إذن أنا عندما يستخف الناس بي يجب أن أعلم أنني كمؤمن ليقيمة كبيرة عند الله ليس المهم أن الناس يستخفون أو يعطونك قيمة لا المهم ما هي قيمتك عند الله فهذه السورة تعزز الثقة بالنفس وبالله تعالى وتعطيني أمل كبير أنني مهما استخف الناس بي الآن يمكن أو أكيد أن الله سبحانه وتعالى إذا اتقيته سيرفعني ما هو مفتاح ما هو مفتاح التقوى ومفتاح أن يرفعني الله التقوى والصبر لذلك سيدنا يوسف عندما قالوا له إخوته على الرغم من أنهم عصبة يعني أشداء وأقويا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا ماذا قال لهم هذه قاعدة ذهبية أيها الأحبة يجب أن نطبقها في حياتنا قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أنا هذه الآية أيها الأحبة يمكن أن أقرأها آلاف المرات وكل يوم أجد فيها شيء جديد إنه من يتقي ويصبر أن تطبق التقوى والصبر في حياتك أن تعيش مع سيدنا يوسف تتخيل هذه القصة في دماغك كل يوم تكون ماثلة أمامك تكون وسيلة تواسيك في هموم وظلمات ومشاكل هذا العصر هذا هو التدبر الذي أحدثكم عنه أيها الأحبة لذلك باختصار أيها الأحبة إذا لم تتدبر القرآن لن تتذوق لذة الحياة أو لذة العبادة أو لذة قراءة القرآن أو لذة القرب من الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر